اشتركوا في القناة فيديونا يحكي على ترتيب وتنظيم افكار لتنظيم اشهلات او ربطات العنق الصوف او الكاشكول كما نقولولو نحن هما توا تعرفوا اشتاجة ودنيا بردت لازم الواحد يلف على العنق متاعه يلف على الرقبة بحاجة صوف بش يحمي روحهم من البرد ونزلات البرد كما تشوفوا هنا شوية افكار هكا للتنظيم بسيطة عملية وسهلة ان شاء الله تعجبكم وهذه بعض من المقتطفات متاع فيديونا اليوم كما جاعدين تشوفوا هنا مرتبة الكاشكولات والفولارات والقبعات زادة كما تشوفوا هذي القبعات متاعية طريقتي في التنظيم بالحق طريقة عملية سهلة كما تعرفوا فيش تنس تعملوهم برشا الفولارات والاشالات عسلامة مرحبا بكم من السك كله انا فرح احمد اذا كنتوا اول مرة تتفرجوا في القناة ما تنسوش بش تشتركوا وتفعلوا جرس بش يصلكم كل جديد اليوم وكما كل فيديو جديد نجيكم بوصفة جديدة نصيحة من الروح للروح وافكار جديدة اليوم خرجت لي كاشكول كما تعرفوا الدنيا بردت ربطات العنق الصوف والقبعات بش نلف رواحنا فيها البرد قلت نوريكم الطريقة متاعي في ترتيب لكاشكول طريقة عملية وسهلة ابقوا معايا تفرجوا في الفيديو ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل وطول البنات مش نبدو على بركة الله نوريكم الطريقة اول شي انا اغسلت الكاشكولات متاعي او الفولارات كي ما تعرفوا كانوا مخبين خرجتهم واغسلتهم من ريحة المهنتها اندى وا الا اي حاجة وهم يزمكم تشمسوهم قبل ما تحطوهم في الجلس متاعكم وا الا في الخزانة متاعكم هنا اه صيقي بش نبدأ نطوي فيهم نفتش على الكلمة اه بش نبدأ نطويهم كي ما تشوفوا اه هذه الشارات الصوف اه بطريقة معنتها ساهلة بسيطة اه عندي السندوق هذيك بش نحطه بحذية ونلوي فيه الا الا نطوي فيه الكاشكولات الصوف اللي نستحق لهم اه معنتها متاع خرجة يبدو كبار نحطهم بنظام كي ما تشوفوا هنا هذو محا كبار نخرج بهم ولا حاجة كي يبدو ظهرين ووضحين نتنيهم بنفس الطريقة اه لحسيلوا يلزمكم اه بتعملوا اه طريقة تخلوا كل شي يبدو واضح اه بش وقت لي تستحق بكل سهولة تشبد الحاجة اللي حاشتك فيها النظام راهوا باهي كي ما تشوفوا هنا نحطه مرة صفهم بجنب بعضهم اه ونخليهم حتى لين معناتها اه وقت لي نبدأ بش نشبدهم نلقيهم سهلين نشبدهم من فوق طريقة اه بسيطة على الاخر اه كي ما تشوفوا قاعدة توا نوري فيكم كي فيش قاعدة نشبد فيهم بكل سهولة من فوق نشد بيد والاخرى نشبد بها اه وتبدأ الحاجة حتى الالوان حتى تسهل عليكم الاختيار والاه وما تبدأش مثلا حاجة مخبية لداخل اه وما تعرفش عليها اصلا تنساها اذا كانت موجودة عندك ولا ما عندكش هنا الفولارة هذي اه الخفافة شوية هذو ما اللي تعملوا مثلا عندك مناسبة ولا حاجة تنجم تحطها اه الشيء الهك على الرقبة او الفولارة اه تربطها في الرقبة الحاصل هذ من الفولارات لخفافة شوي بش نرصفهم بحض بعضهم اه بطريقة بالحق معنتها ادخل ليكم اه تتفكروا اشنوه عندكم وتشوفوا وتلقوا الحاجة بكل سهولة واسريعة معنتها المتبقاش حاير اشنوه بش تلبسي ولا حاشر لق كل شي تلقي بحضك اه بطريقة تسهل عليك معنتها كي ما تشوفوا هنا هذو ما اللي حرير اه نطبقهم زي ده نطويهم وهذي الفولارة زي ده اه بش اللي نربطها على العنق ورية لكم الطريقة زي ده بش نحطها هي صغيرة بش نحطها في السندوق اللي اه معنتها مخصص لهذو ما الفولارات اللي متاع الخروج واللي مش متاع حتى الخروج وما نلبسوهم مش ديما معناتها كي ما تشوفوا فيه هناك نطوي فيهم الالوان اللي تنجموا راه وتحطوا الالوان بجنب بعضها الالوان اللي حاشتكم باي اصلا هي باينة راه ومن فوق تشبد يبان لك كل شي معنتها الالوان تبان لك تعرف حتى شنوه بايش تربس في النهار هذيك وتتفكر واهم شي لانو المخ يتعب من شنوه نلبسوين حقيت يتبدأ كي ما قلت لكم في الفيديو كي تبدأ مخبية تنسوها الحاجة بنفس الطريقة كلهم نحطهم بالطريقة هذيك كي ما تشوفوا هنا سندوق متاعنا هذي كبير فولارات نستعملها معنا تبش نمشي نحطها معا السندوق الاخر اللي هما فيه الحاجات الكبار بالطريقة هذي معناتها بالحق انا جربتها ولجيتها معنتها حاجة ريحتني وخلت الحاجات بان بكل سهولة ومنتعبش في نفكر شنوه ولا نبقى نخمم في الحاجة هذيك ونحطيتها وهذيك ونحطيتها لا نشبد وقت اللي نحب كي ما تشوفوا هنا لبنات السندوق يظهر لكم اللي هو تعبه يعني تملاه معادش يكفي اللي حويش لكن لا مازال يهز كي ما تعرفوا الصوف لكم كي تقربوه لبعضه يولي حجمه يتقلص وما يبداش معناتها شوفوا بكل سهولة نحط لحوية جمتاعي البلاسة معناتها ترفع شوفوا هكا بنحط فيهم يعني بكل سهولة مانيش قاعدا نتقوى عليه كل حاجة تدخلي وتبين حتى لون هايبين وقت الاستعمال نلقيها معنتها سهلة في الجبدان هذو ما في الخفاف بش نحطهم في الخفاف كي ما تشوفوا حتى كانت تعبت ولا حاجة دي ما دزوا وحطوا راهو يرفع راهو هما حاجات الخفاف بطبيعتهم هنا بش نوريكم طريق تحطها الفولارة هذي فما فولارات صغار يتربطوا فما فولارات يتحطوا هذي كي بش نثنيها ونحطها بجنب خويتها بجنب خويتها لخفاف كي ما تشوفوا ونثنيها رو تنجموا حتى على أربعة نجموا جوستي بين لكم اللون بش تعرفوا وقت ليجوا تجبدوا شمو الألوان اللي تكون مناسبة لملابسكم تحطوها وهذي خشين شوية بش نحطوا مع الأخرين معناتها هنا فولارات خشينة حطيتهم يعني خيمارات حطيتهم وهما والكاشكولات الصوف مع بعضهم من فوق طريقة اللي تجبدوا بها تجبدوا من فوق وتشدوا بش ما يخرجوا لكمش معناتها الباقية معناتها ايد تشد بها و ايد تشبت بها حاجة سهلة برشا و كي ما قلت لكم معناتها تريحكم حتى ما تقاش تفكر وين حطيت ولا ما عنديش هيكل حاجة هكي يبان لكم كل شي يبان مش كي ما يبدوا ملمومين هكي على بعضهم ما يبان لك حتى شي وما تعرفش شنوه عندك وشنوه ما عندكش هذه هي زدة فولارة بش نحطها مع الاخواتها سميتهم اخواتها سهلة برشا طريقة معناتها بصراحة انا عجبتني برشا ونعمل فيها ومريحتني اكلي نلجة ما نلبس هذه فولارة طويلة بش نلويها لانا هي اصلا ستيلها معناتها كلي من شرشفة كلي مقصوصة معناتها مش تتحدد ولا تبدأ مكرمشة لا تبدأ لبسها عليها هذي زدة بش نحطها معاهم بنفس الطريقة نحطهم اخذروا الالوان اللي بنيت اخذركم شي كيفاش ظهر الطريقة هذي تسهل عليكم برشا ما تقاش تقلب في الدبش ووين حطيت وكيفاش ودارت تدخل بعضا وش بدل معناتها اللي خزانة كل وما لقيتش شكل حاجة لا هذي الاقطاع عقلة هم الليك توفر عليك برشا تعب وبرشا وقت في التفكير وفي التفتيش يعني تبقاش يتفتش وقتلقاش يتفكر وين حطيت وين حطيت عيكا ذيكا سهلة لفيتها الفولارات تذكروا ما كله متعقبل كنت تذكروا همش شوفوا ما حليه هنا معناتها المنظر حلوة معناتها كلي تريح طوى نحنا في وقت السرعة ماذا بينا نلقو كل حاجة معناتها ماذا بينا الحاجات تسهل علينا شوي بش تريحنا معناتها تكون الطريقة اللي نعتمدوها طريقة بسيطة وسهلة وسريعة الفولارات بش نحطها بحضة اخواتها هذي هي طريقتي في التخمية في الترتيب وإلا في طويين الفولارات والكشكولات الشيلات هنا بش نوريكم لبنات القبعات متاعي هذا سيبور السيبور هذا انا معناتها اخذيتوا وعجبني انا عملت الفكرة متاع اني بش نحط فيها القبعات خطر بالحق القبعات متاعي وين بش نحطهم شابو وين بش نحطوا بش تحطهم على بعضهم يتكسروا معناتها يفسد الفورما بتاعهم بش تحطهم معناتها في بلاسة مسكرة مايش ظاهرة تنسى شنوها عندك الطريقة هذي تجبد وترجع كما المعلاق تحط فيه كما شوفوا كيفية معناتها الكاسكات والشابو والمرسياس واي حاجة عندك تنجم تحطها هنا معناتها بالحق تخفف عليك وتعطيك حتى فكرة شنوها تنجم تلبس شوفوا هنا البنات كيفية معناتها ندورها بكل سهولة تنجم تحطوها فوق الكوافاز تنجم تحطوها في الجلس إذا الجلس متاعكم يعني الخزانة متاعكم والجاردروب متاعكم الرفوف بيناتهم كبار يعني عالين تنجم تحط فيها معناتها في جنب من الخزانة تحطهم فيها حاجة سهلة برشا وتقول شوفوا كداش تسهل عليكم حتى شنوها باش نلبس ولا وين حطيت كي ما تشوفوا هنا صي خملتهم مذومة الكل معناتها لحقيقة تنحع برشا تعب باش نحطهم في بلاستهم وقت اللي نجي باش نستعمل نلجيهم حاضرين هنا عندي الجينات الجينات متاعي باش نتطبقهم نطويهم باش شوفوا الطريقة أنا راني نطوي خطر الاسباس خطر المساحة ما عنديش المساحة الكبيرة لازم نحاول معنتها ان نخلي بلاست نطوي بالطريقة دي كي يكوني السروال ما ياخدش بلاست كبيرة في الخزانة كي ما تشوفوا والسراول كي ما تعرفوا طوى باش في الشتان استعملوا برشا السراول كي ما تشوفوا هنا نطبقهم بالطريقة هذيك أنا نتنيهم على أربعة دي ما اللي بنيت نحاولوا انه الخزانة ترفع لنا لبستنا كي ما معنتها تعرفوا اللي بالحق في الشتاء اللبسة تبدأ أكثر من لبست الصيف بحكم ان نتجلوا أكثره وتكون حتى في الخشن في السماكة متاع الحواج صوف تاخذ بلاست كبيرة هناك كي ما تشوفوا معنتها طبقتهم ان شاء الله هنكون أعطيتكم هكي أفكار بسيطة لحقيقة وأي واحد تنجم تكون راكم تعرفوها أنا حبيت نفيدكم حبيت ننصحكم بلي نعرفه ان شاء الله تكون حصلة الإضافة والإفادة لبنية الطريق هذي تخليكم ترتاحوا من الفوضى بالكل الطريقة متاع إنكم تحطوا كل حاجة في بلاستها وخاصة طريقة التنظيم السهلة العملية كي ما هكي يبدأ كل شي موجود على عينيكم محضوط في نفس المكان يسهل عليكم ويخليكم معادش تتعبوا وقبل مثلا واحد ساعات كي حطت باش يكون مع بعض ويزم يجب دول كول ويتعب باش يلقى الحاجة بالطريقة هذي طريقة عملية وبيعية وتوم قالي كي مش نقول لكم بسلامة ناسك كله إن شاء الله فيديو اليوم من الإعجابكم إن شاء الله طريقتي في الترتيب عجبتكم وإن شاء الله تكون فما الإضافة والإفادة من هنا الغادي نخليكم في رعاية ربي وفي حفظه على أهمال اللقاء بيكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة إذا حب ربي وعطانا الصحة والعمر والوقت بسلامة ناسك كله اشتركوا في القناة